اوكي السلام عليكم لانه هاي كلها عبارة عن اشياء ترفيهية وما تفيد وبس خلونا نخش في المقطع لان انا متعصب بصراحة اوكي اخوان خلنا نرجع بالزمن كم يوم لي وارا طبعا تذكرون اني انشرت هذا المقطع على القناة وقلت بي شباب شوفوا المواصفات الرسمية شركة وارزون موبايل نزلت ان المواصفات شوفوا 2 جيجا رام و 5 اندرويد 5 والايو اس ايو اس 9 و 2 جيجا رام وفرحنا كنا وصفقنا وهي هي والعيشة كانت كلها علوة والحياة حلوة كلها وكل شي تمام وقل لي والبار حتفاجه لك يا طول العمر بانه اللعبة بصفحتها الرسمية غيرت المواصفات الرسمية والحد الادنى لتشغيل اللعبة واللي هي بصراحة يعني اول ما بوعت علي هي يعني قلت لا 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 اكيد الشركة قادة لا تتهبل علينا يعني نسه شباب هاي الصورة اتوضح لكم اللي هو المواصفات الرسمية لتشغيل لعبة وارزون موبايل في الاصدار العالمي يريد 2 جيجا بايت البارحة طبنت على الصفحة باعوش لقيت باعو لا يا لك هذا شنو هذا شنو لين انتو جبتو بكيفكم انتو تضحكون علينا انتو والله العظيم الشركة اكو واحد كان معلق للتعليق قبل ماذر بقناه ماذر بقناه ماذر بقناه جميع ماذر حرابيه ماذا ذكر حتى قال انه شباب اش تتأملوا من اللعبة يعني هي شركتها اكتفجين بصراحة يعني اني اهني صاحب التعليق على حد شايته شركة اكتفجين شركة البعرات يعني اكو اكو اقنقس من هذا ولكم بابا حطيتم مواصفات صخامية رسمية التزموا بيها اذا ما تقدرون تلتزمون بيها ليش تحطوها واسه رح نقري مواصفاته اياكم طبعا بالنسبة للاندرويد يريد اللي هو معالج الرسوميات حتى مو معالج سي بيو مو سي بيو لا يريد جي بيو واو يعني اين شركة وارزون انتو تبدعون بهذا الشي بصراحة جدا عجبتوني يعني حتى بيريد لك معالج يريد معالج رسوميات ليش معالج رسوميات ليش مو معالج طبيعي شنو اللعبة ما رح تشتغل يعني ما كوي شي معالج رسوميات يريد 618 ادرينا 618 وهذا وان موجود موجود بس على سناب دراغون زين تعال اصبرني انطيني المواصفات مو الميدياتك انطيني المواصفات مو الكيرن انطيني كو ما معالجة اخي اليوني سوك اوكي اكزينوس وين ذنى المعالجات وين هين لا تقول لي عزيز المشاهد رحمة على والدك لا تقول لي قيس على معالجك ترى القياس ممكن يكون تقريبي بس اكو نقاط كل معالج يتغلب في نقطة الى اخرى فهي شي يعني بصراحة جدا سخيف ليش يتش ليش ويريد كماله اربع عرام حتى مو كلاثة يعني يتشي شلون الشركة جتي قلتلك ها هاي نشرناها قبل مدة يلا شو سوي طوز خلي اللاعبين من يمهم يبارون على الموضوع يلا يلا اعتبروها كذبة ابريل كذبة ابريل بعينكم اما بالنسبة الايفون فباوعلي قبل رايدين ايو اس تسعة وينش رايدين ايو اس ستاش وات لا فعليا يعني انت الشركة انت يا اكتيفيجين فعليا شركة النصب والشذب كل اللي هامهم انه هو يطلع بشكل حتى لو يتشذب بمهتم حتى لو يتشذب يعني يسا انا اش اقول للمتابعين بالمقطع اللي راح لا تعال قولي انا اش اقول للمتابعين بالمقطع اللي راح ها تعال فهمني يعني يسا اذا واحد كاتب لي تعليق عليه والله عالم حتى قالي لي بشكر حسام رحم الله والديك واللعبة الحمدلله ان شاء الله تشتغل واني جهاز ضعيف لا بمين راح تشتغل وتبا لشركة اكتيفيجين الحقيرة بصراحة شي جدا تافه وبعد شي ريدون ثلاثة رام بالنسبة لل ايو اس طبعا انتم قرأتوها من البداية يعني اللي مفتهم هو المواصفات الرسمية هي بالنسبة للاندرويد 4 رام ومعالج ادرينو 618 وما فوق اما بالنسبة لل ايو اس هي ايو اس 16 وما فوق وكذلك الرام لازم يكون 3 جيجابايت ومن عدا اللي هو تليفون الايفون 8 ليش ايفون 8 ما ضايفي تعال فهمني لا لا تعال فهمني اش بي ايفون 8 يجزي يجزي اش بيشي لعب النفس ماكو اش عمي والله العظيم شركة لك تشذابه يا عم والله سمولي بدنية لك والله حزي هكون علينا اخوان خلني جي بالواقع هي بصراحة انه لعبه بحل كبر بهذا الحجم تشتغل على جهاز 2 جيجرام واللي هي المواصفات القديمة اوكي شغلة صعبة انت يا شركة من ما تقدرين تحطين او هيش تسويين هيت شي يعني ليش ليش تسويون هيتش ليش تخلون العالم تتأمل بلعبتكم اللي ماكو مثلها وتمالا لا انا حتى اول ما نزلوها بصراحة انا شكيت بالموضوع قلت يعني لا منزلين لا سي بي ولا جي بي ولا هاي يعني ليش بس 2 جيجرام وروح اه يا حبيبي 2 جيجرام وروح شغل اللعبة ولا كويش حتي شركة وورز وموبايل المطورين يعني مالتها دايبذلون اقصى جهدهم زين بصراحة بالنسبة لناس اول مرة يشتغلون على معالج الـ اللي هو الـ هذا المحرك يا معالج المحرك هذا هو اول محرك ينصنع عليه لعبة موبايل وبصراحة يعني الشغل الحد الان مسوينه يعتبر اسطوري بس اخي توافقية الاجهزة يعني عالم ثاني مصيبة ثانية مشاكل يعني بالتطوير الزملك يا مناع اللي لستة لستة ما المشاكل بالكودات لما اندي يطوروا للعبة والله العظيم احس اللعبة بكو صراحة يعني شلون هيتش الموضوع هيتش صاير الشركة جت على المطور قلت لها حبيبي راح اتنش اسمه راح تحط اللعبة على 2 جيجرام قل لي لا استادي ما اقدر احطها قل لي المطور قل للشركة شنو 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 ما تقدر تحط على 2 جيجرام قل لي بابا اش قد تاخل هيتش قل لي المطور تحس هيتش يعني قل لي المطور يابا اش قد تاخل بالشهر قل لي 5000 دولار قل لي اخذ 10 الاف روح تطور لي ياه اريد الشي اللعبة جاهزة زين اريد اللعبة بهذا الشهر تشتغوا على اربعة رام والاثنين رام والبطيخ رام كل اريد اشتغوا قل لي بابا هي مو سالفة فلوس المطور يقل لي مو سالفة فلوس يابا سالفة صعبة صعبة يابا نقل نقل بيانات بقيمة 2 جيجرام يعني خل نفترض ماكو برنامج مش تغل بالخلفية عمي خلنا اخذها ماكو برنامج مش تغل بالخلفية 2 جيجرام جيب اللي 2 جيجرام حط ليها هنا شي شغلك هي اللعبة اصلا تنقل بيانات يعني بقيم كبيرة هاي بالنسبة للاجهزة اللي ممسوية او اللي اصلا صعب انه يصير عليها يعني انا اللعبة تحدثت الحمد لله تقدرون شوفون هاي الصورة اكو تحسن رهيب بالغرافيك بس بالنسبة اللي الاوبتومايزيشن من ناحية الفي اس زبالة الى اقصى حد زبالة الى حد دنيئ جدا 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 بصراحة بعد التحديث طبعا الايو اس الصلحة وصار ادهم لاقوا الحمدلله صلح بس بالنسبة الاندرويد يعني مشاكل مشاكل عويصة من عدا انه اللعبة توقف كل ساعتين كل ساعتين ها هي تقولك فيما لا لو توقف لو الشاشة اليمين لو اليسار وهي مو صعير او يا ايصا حتى بالآيو ايصا فخلي نكون واقعيين احنا قلناها اكثر من مرة عزيزي المشاهد اذا عندك جهاز ضعيف هسه حاليا شركات الموبايل اللي تطلق ترى اجهزة اسعارها قليلة بس مواصفاتها خيالية فانت الخيار يمك شركة اكتفيشن شركة اكتفيشن يا طول عمر شركة شاذبه يعني طيحت حال فعليا ما منها 60 فايدا يعني انا قلت راح يتغير الرئيس راح يصير يعني بس مبين الشركة انها كلها شذب و افتراء و حد الان ماشي عن نفس القانون القديم في اه ياب اه مقطع مجرد هيك مقطع حبيت اسولكم يام احش بيه وانقص شغله هسه انه كل المتابعين الذاك المقطع يعني ازم ازم ذاك المقطع ذب بالزبالة مع الاسف ما راح اهذفه بس اي واحد راح يكتب لي تعليق بالوقت الحالي على المقطع ذاكي اني بكل صراحة ما اقدر اقلك لابا راح تشتغل اولوه الشركة عبارة عن بطيخ يعني تبلي اكتفيجين هاي الشركة المعفنة و بس شباب هاي لقطة بسيطة حبيت انزلها البار حيش انها بالباس ما نزيشو و حبيت انزلها و بس شباب لا تنسون انكم تدعون لنا بالامتحانات يعني غزب النتائجة امتحانات خاصة الامتحانات انه انطلع خوش درجات و لا تنسوا اخوانكم فلسطين الله ينصرهم يا رب و بس فيما الله اوه على زمة البدن